إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إليه عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب قبل ما أبدأ إخواني وأخواتي بأسئلة هذا اللقاء ونبه إلى أن البرنامج له طريقة في قضية قبول الأسئلة بمعنى أولا لا بد من ذكر الإسم يعني المرسل يرسل ويذكر اسمه أو كنيته مثلا لأن حتى أجيب أقول والله هذا السؤال فلان ما أجيب على سؤال لا يذكر السائل اسمه أو كنيته أبو محمد أبو أحمد أبو كذا الثاني أن يكون أيضا ذكر البلد من أين يعني من البلد الفلاني من البلد الفلاني ويكفي الدولة لا يحتاج ذكر المدينة الدولة من الدولة الفلانية الثالث بارك الله فيكم سؤال واحد لأن الأسئلة كثيرة يعني أصدقكم القول عندي ما يزيد على سبعة آلاف سؤال الآن وأحاول أنني أفلتر هذه الأسئلة وأحاول أني أراجعها والأسئلة التي لا تلتزم بالشروط أستبعدها ولذلك البرنامج ما يتحمل من المرسل أكثر من سؤال سؤال واحد بارك الله الشيء الآخر مهم جدا وهو الاختصار يعني ليس بالإمكان أني أقرأ سؤال مدة خمس دقائق فيه قصة كاملة فيه قضية كاملة لذلك الاختصار أنا أفهم الموضوع يعني بالممارسة وكثرة الأسئلة أعرف الآن بعض الأشياء فأنت أعطني الزبدة أعطيني زبدة السؤال خلاصة السؤال خلاصة المشكلة خلاصة الأمر هذا حقيقة مريح جدا للمتلقي وأيضا للمسؤول اللي هو صاحب البرنامج يعني مريح لي أنا ومريح أيضا لمن يستمع إلينا لما أمكث الدقائق وأنا أقرأ سؤال هذا غير معقول وكذلك تصبرون علينا لأن بعض الإخوة والأخوات يبعثون أسئلة ويقولون ما أجبتم ما أجبتم وهذا نجدها بعد مرور أيام أو أكثر من أسبوع فهذا يحتاج إخواني أنكم تصبرون علينا أيضا لأن مثل ما ذكرت لكم البرنامج تقريبا وقته ما يتحمل ما بين 20 إلى 25 سؤال أحيانا يزيد إذا استعجلنا وهذا يؤثر على قضية أيضا الإجابة المستوفية للسؤال بارك الله فيكم أحببت أنني أقدم في هذه المقدمة حتى نبدأ ببداية يعني جديدة معكم في مسألة الأسئلة التي ترسل وعندنا يومين في الأسبوع الجمعة والسبت نجيب فيها على أسئلة الواتس بارك الله في الجميع وفقنا الله وإياكم لكل خير الأخت ملاك من العراق بارك الله فيها تقول ابن عمي مسحور أو متلبس به جني ما عرفنا بالضبط مو طبيعي يتكلم كأنه إنسان سليم ومرة يعني تصرفات غير عقلانية قام برمي نفسه في نهر الفرات ومات هل هو خالد مخلد في النار أم هناك أمل لتغيير مصيره مع العلم أنه إنسان عاقل ووعي قبل مرضه وكان يتكاسل عن الصلاة ملاك من العراق بارك الله فيك بالنسبة لقتل النفس محرم في شريعة الإسلام وهو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام سواء أطلق الإنسان على نفسه النار أو طعن نفسه مثلا بسكين أو بخنجر أو بسيف أو أكل سما فقتل نفسه أو تردى من شاهق مثلا أو رمى نفسه في النهر أو في البحر أو في الماء بقصد قتل نفسه هذا كله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام وهو استعجال العذاب والعياذ بالله واستعجال النار فالله جل وعلا يقل وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من قتل نفسه في الدنيا يأتي يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله يستعمل هذه الأداء التي قتل بها نفسه في نار جهنم جزاء وفاق جزاء وفاق ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة ومن قتل نفسه بها يعني يطعن نفسه بها ومن تردى من جبل من شاهق يعني سواء جبل أو بناية تردى من جبال جهنم والعياذ بالله ومن قتل نفسه بسم يعني أكل سما جاء يوم القيامة أيضا يعذب بهذا السم والعياذ بالله في نار جهنم والمعنى بأن قتل الأنفس من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام هذا لمن لمن كان واعيا عاقلا يعرف خطورة هذا الأمر أما قضية المجنون قضية المسحور إذا صدق يعني فعلا كان مسحور الذي يتخبطه الشيطان بألمس مثلا كان يكون ممسوس والشيطان يتخبطه ثم قتل نفسه أرجو الله تعالى أن يغفر لهذا الجنس من الناس لماذا لأنهم لا يملكون عقولهم ولا يملكون تصرفاتهم خاصة المسحور الذي سحره شديد ويعني قوي بالنسبة له كذلك من تسلطت عليه الشياطين فلا يعي ولا يدرك وكذلك من غاب عقله مثلا بجنون هذا أرجو الله تعالى أن يعفو عنه وأن لا يعني يترتب عليه الجزاء التي جاءت بها الذي جاء به النصوص الشرعية وابن عمك قد يكون من هذا الصنف لكن عموما هو أنت ذكرت بأنه كان يتكاسل عن الصلاة هل تكاسله بتعمد هل تكاسله بإرادته وهو يملك عقله يملك نفسه أم أنه كان مريضا وتسلط عليه الشياطين تسلط عليه السحرة الله أعلم عموما أخت الفاضلة مثل هذا النوع أكثر له من الدعاء بالمغفرة والرحمة أسأل الله تعالى أن يعفو عنه أبو مهند من الرياض يقول هل يمكن تأجيل تسديد الدين لحين الوفاة ليخصم من التركة ولكن ماذا إن كان الدين للزوجة حيث لا وصية لوارث أخي أبو مهند من الرياض بارك الله فيك أولا أخوي الفاضل بالنسبة للدين شديد والشريعة شددت في مسألة الدين والواجب على الإنسان الذي اقترض أو استدان أن يبادر إلى السداد متى ما إن وجد قدرة على ذلك ولا ينبغي له أن يؤخر الدين يقول خلهم يأخذون من تركتي خلهم يأخذون من مالي بعد وفاتي ما يدري قد تذهب التركة وقد يجحد الورثة وقد تترتب مشاكل هنا جاءت النصوص الشرعية في التحذير من التأخر في سداد الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل ما للشهيد عند الله قال يغفر له كل شيء يغفر له كل شيء إلا الدين إلا الدين شوفوا الشهيد مع ما عنده من الله من المنزل العالي والدرجة الرفيعة يغفر الله له كل شيء إلا الدين هذا يدل على ماذا على خطورة الدين النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت له جنازة ليصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ما صل عليه فلما قام أحد الصحابة قال هما علي يا رسول الله قال خلاص انتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي صلى عليه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس المؤمن معلق بدينه نفس المؤمن يعني في القبر محبوسة حتى يقضى عنه الدين وهذا لمن كان قادرا على السداد لكنه ماطل وتأخر وسوف ويأجل لا ما يصلح يا أخي الفاضل إذا كان عندك القدرة على السداد الآن الآن بادر إلى أعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وإياك واحذر من هذا أن تتأخر أو تقول والله أنا بعد الوفاة أنت ذكرت الآن مثال الزوج طيب الزوجة تقول لا وصية لوارث صحيح لكن هذا ما لا علاقة بالدين يعني زوجتك الآن مثلا أفترض لها مؤخر المهر مثلا خمسة وعشرين ثلاثين خمسين ألف مثلا هذا حق لها الآن تعطي صحيح الفقه من العلماء من يقول بأنها تستحقه بأحد الفرقتين الطلاق أو الموت لكن طيب إذا طالبت به أعطي حقها وقضية والله لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل أبو مهند على طاعة لو قدر الله ومت مثلا هذا أول ما يعني يؤخذ من تركتك الديون تعطى الزوجة حقها ما لا علاقة بالتركة هذا يعني ما يقول والله هذا يدخل ضمن يعني أنت تريثين ما تأخذين المتبقي من المرأة هذا كلام باطل هي تستحق هذا أول ما يسدد الديون ومن الديون المهر المتأخر المهر المتأخر هذا المؤخر المهر تستحقه المرأة تدفع لها بارك الله فيك لكن أنا أنصحك يا أخي الفاضل من الآن أنك تسدد ديونك سواء لزوجتك أو لغيرها مثلا احرص ما دام عندك القدرة ما عندك القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسع يعني الرجل عليه مئة ألف وهو ما عنده عشرة ألاف ما يكلفك الله لكن تسعى وتعمل وتكتسب وتحرص على أنك تقضي الديون لأن الله تعالى بيعينك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونه وذكر منهم المقترض الذي يريد السداد يعني نيته يسدد نيته يوفي الدين أما الذي يأخذ الدين ويبيت في نيته وفي طويته عدم السداد سيتلفه الله سيتلفه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إثلافها أتلفه الله نسأل الله السلامة والعافية كنوز من اليمن تقول في شاب أو شباب يتقدمون لي للزواج وأبوي يرفض وما يرضى وقال لي بيقتلني ولا يزوجني وذا الحين جاني شيخ جاني واحد معروف من أهلنا ومحترم بالناس وأنا وافقت وأخوي وأمي وخوالي كلهم وافقين إلا والدي رافض ما العمل كنوز من اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة أخت الفاضل أولا لا شك بأنه لا نكاح إلا بولي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي ويقول عليه الصلاة والسلام أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية بالنسبة للولي إذا لم يوجد حقيقة أو حكما فإنه ينتقل إلى ما بعده ينتقل إلى ما بعده طيب كيف ما يوجد حقيقة؟ ميت مات الأب مثلا ينتقل الولاية إلى الأخ إلى الأخ وهكذا على حسب ترتيب العلماء في مسائل العصبة طيب هذا من حيث الحقيقة طيب إذا وجد الأب لكنه يحكم عليه في حكم المعدوم لماذا؟ لكونه مجنون لكونه معتوه لكونه ظالم بمعنى يعضل ابنته ويمنعها عن حقها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يكون هنا في حكم المعدوم ما كأنه موجود ولذلك أي أب ظالم يمنع ابنته من الزواج مثل حالة كنوز هنا ويقول أقتلك ولا تتزوجين هذا ما له ولاية عليه خاصة وأن من يتقدم كفء لابنته ما عنده أي مشكلة كفء لابنته ولذلك بارك الله فيك الآن تنقلين ملفك إلى المحكمة إلى القاضي إلى من له قوة والسلطة يستمدها من رئيس الدولة مثلا يعني جهة مثلا يصبح هو ولي لك إما أن يوكل أحد إخوانك أو أعمامك مثلا وإما أن يزوجك هو فالسلطان ولي من لا ولي له ولذلك هذا الوالد ينذر من الآن يقال له إما أن توافق أنت ما ذكرت سبب ما هو السبب الذي تمنع ابنتك بسببه من الزواج عطنا سبب إذا والله أعطى سبب مقنع لا ألحق معه إذا ما أعطى سبب مقنع هكذا والله أقتلك وما تتزوجين هذا ظالم وهذا يعني تناهى في الظلم وصل إلى مرحلة خطيرة في الظلم حينما يفكر بمثل هذا الأمر حتى لو قال الله أنه أمزح أو قال والله أنا ما أقصد هذا كلام خطير ولذلك هذا الأب أنا أوجه له رسالة أن يتق الله عز وجل فالشريعة الإسلامية لما أوكلت إليه قضية تزويج البنت لماذا؟ إنه يحميها ويحافظ عليها ويسهل زواجها ويسر زواجها ما يروح يتعنت ويكون حجر عثر في طريق ابنته في مسألة الزواج هذا حق مشروع له ولا يعتقد بأن الشريعة يعني تقف مع ظلمه ومع صلفه ومع عناده لا 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 الشريعة ترفضه وتلفضه ولا تقبل شريعة عدل شريعة إحسان الشريعة ليست عندما عندما تعطي تمنح الأب الحقوق هذه لا يعني بأنه يتعسف لا يعني بأنه بأن يتعسف استعمال الحق ويظلم لا 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 الشريعة ما تسمع بهذا ولذلك أنا ذكرت قبل قليل وأرجو أن يرى جوابي ذكرت قبل قليل بأنه تنتزع منه الولاية وتذهب إلى الدولة تذهب إلى القاضي تذهب إلى كبير ممن يستمد عنده قوة ويعطيها لأحد إخوانها والحمد لله تنتهي الأمور هذا الذي عليك يا كنوز بارك الله فيك أنذريه وأخوانك يجتمعون مع أعمامك وأخوالك وجماعتكم يقول يا فلان اتق الله خاف الله عز وجل أنت ظالم لا بد أن يفهم بأنه ظالم وأن الظلم هذا لا يمكن أن يستمر فإما أن يقبل بهذا الشاب من أهلكم ومن أقاربكم ورجل صالح وعلى خير واستقامة وإلا ستنتزع منه الولاية لا بد يفهم هذا الشيء ولا بد أن يعلم أن استمرارية في الظلم هذا مؤذن بعقوبة من الله عز وجل تنزل على أم رأسه إن هو لم يتب إلى الله عز وجل وعندنا نماذج كثيرة في هذه الدنيا من آباء ظلمة وهم ندرة ندرة يعني ولله الحمد ليسوا بشيء قليل جدا في هذه الأمة لما مارسوا مثل هذا الظلم عاقبهم الله عز وجل حتى أنهم عند وفاتهم يطلبون العفو من بناتهم فلم يسامحوا قالوا ما نسامحك بل يدعون على آبائهم لماذا؟ لأن هذه البنت وصلت إلى مرحلة سنية ما يرغب فيها الأزواج ما يرغبون فيها يقولون هذا إيش نبغى في هذه المرأة التي بلغت هذا والسبب هذا الأب الظالم هذا الأب الذي والعياذ بالله أصبح حجر عثرة في طريق زواج ابنته أسأل الله تعالى أن يلين قلبه وأن يشرح صدره وأسأل الله تعالى أن يلهمه الرشد وأن لا يستمر في مثل هذا الأمر هو وكل من هو على جنسه من الآباء الذين يمنعون بناتهم من حقهم الشرعي أم خالد بن السعودية تقول هل يجوز ألبس الكمامة أو الكمامة في العمرة والهدف من هذا خوفي على نفسي من الأمراض مع كثرة المعتمرين أم خالد بن السعودية بارك الله فيك طبعا الأصل أن المرأة يعني تكشف وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت بحضور أجانب وهي ممن تعتقد وتعتنق القول بتغطية الوجه الذي عليه جمهور العلماء نعم تغطي وجهها ولا حاجة إلى لبس الكمامة أما إذا كان والله هي عندها مشكلة يعني في الجهاز التنفسي عندها مشكلة في التقاط العدوى بشكل سريع الناس يختلفون مثلا ولها تجربة سابقة يظهر لي بأنه لا حرج وهذا لا يسمى نقابا يعني لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية فهو لا يسمى النقاب الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المحرمة من لبسه من لبسه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفة زين وهذا ليس نقاب يعني من تأمله ليس نقاب ولا فيما وإن كان قال به بعض المعاصرين لكن الذي يظهر تحقيقا أنه ليس نقابا فيجوز إذا احتجت إلى ذلك حاجة شديدة بارك الله فيك أم حميد من الإمارات بارك الله فيها تقول بأن والدها كان مريض من طفولتنا وما كان يصلي ولا يصوم الوالدة لصغر سنها وقلت معرفتها بأمور الدين وحالتها المادية الصعبة لم تكن تدفع كفارة عنه الوالد توفي رحيمه الله ويعني ذكرت أشياء كثيرة عموما أختي أم حميد بارك الله فيك ورحم الله والدك أنت ما ذكرتي لي يا أم حميد الوالد ما كان يصلي ما هو السبب هل هو تارك للصلاة يعني تارك للصلاة بالكلية ما يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة وما كان يصوم مثلا إذا قلت لي هذا ما فيه كفارة ما فيه كفارة هذا هدم لركني من أركان الإسلام والدك سامحيني أقول هذا الكلام هدم ركن الصلاة وهدم ركن الصيام وما ندري وش بعد يعني ركن الزكاة يزكي الحج هل حج أسقط فريدة الحج مثلا أنا أسأل ماذا بقي من دين الإسلام إذا كان الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولم يحج مرة واحدة في العمر وش باقي فأنتي ما وضحته يا أختي الفاضنة إذا كان والله تقول نعم ما ركع لله ركعة ولا سجد لا سجدة ما ينفع الصيام وما تنفع الكفارات ألا الصلاة عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة كما قال الصحابة رضي الله عنه إذا قلت لي لا والله الوالد كان يصلي والحمد لله على خير لكن مرت به فترة مرض وفترة كذا يصلي أحيانا يترك أحيانا يروح المسجد أحيانا يرجي أحيانا ما استطاع الصيام هذه مسألة ثانية يختلف الجواب فإذا قلت لي والله لا يصلي الحمد لله لكن الحالة المرضية اللي مرت فيه الحالة العقلية الحالة الجسمانية مثلا نقول لك نعم تخرجون عنه طعام عن كل يوم إذا كان فعلا ما كان يقدر على الصيام فلذلك وترفاضل إذا أحببت أن تعودي وتسألي من جديد حتى أوضح لك المسألة معني أنا وضحت الحالة أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع أم صهيب من الأردن تقول والدي توفي قبل سنتين كان عنده أملاك كثيرة عنده أغنام لهذا الوقت إخواني ما وزعوا الميراث علما أن والدي لدي ثلاث إخوان وسبعة من الأخوات وكان أصغر إخواني يساعد والدي في الغنم وبعد ما يعني قعد بطل يقوم به يعني هذا بمشاغله كان أخوي هو يقوم بهذه الأغنام وذكرت تعنيه تقول هل يجوز أن يوزع علينا من الأغنام وإلا يوزع علينا الأراضي إلى آخر ما ذكرت يا أم صهيب سؤالك طبعا للأسف شوي ركيك العبارات فيه عدم سبك عدم وضوح لكن أنا بخبرتي من خلال تلقي الأسئلة فهمت بأن والدك رحمة الله عليه توفي قبل سنتين ترك أغنام وترك أملاك عنده ولد كان يشتغل معه هو الذي يقوم على الأغنام عندك أحد الأخوان ما وزعوا التركة إلى الآن تسألين هذا الولد الذي عنده أغنام ممكن يعطيكم أملاك وشيء من هذا القلب أخت الفاضل أبارك الله فيك أولا بالنسبة لما يتركه الميت يستحقه الورثة بمجرد الوفاة فلا يصبح ملك للميت كل ما خلفه لا سيارة لا بيت لا بعرين لا غنم لا بقر لا بساتين لا مزارع حتى الثياب الموجودة في بيته ثياب الوالد هذه خلاص لا يملكها أصبحت ملك للورثة أكرمك الله حتى الأحذية والنعال الساعة التي تركها كل هذا ملك للورثة واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا لازم كل من يشاهد يفهم هذا الشيء أن الميت بمجرد أن ينتقل إلى الدار الآخر ينتقل بخرق بيضاء يسمونها الكفن يلفون يودوا خلاص انتهى أحكامه في الدنيا كل ما خلفه من مال كل ما خلفه من أشياء لها قيمة هذا للورثة هذا الأمر الأول أمر الثاني لا يجوز لأحد الورثة أن يمنع من تقسيم الترك ويكون من يفعل هذا يكون ظالم نسأل الله العافية والسلام لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الترك وبيّن بأنها فريضة بيّن بأنها فريضة ولذلك قيام بعض الإخوة الذين لهم سطوة وحضور وقوة بمنع الترك هذا حرام وظلم ولا يجوز ويصبح ظالم المسألة الثالثة إذا والله الورثة اجتمعوا واتفقوا على أن يؤخروا توزيع الترك لأسباب إما يقولون نحن الآن في حالة اكتفاء وانتظرون انتظروا سنة سنة مثلا أو يقولون والله العقار الموجود الآن سعرها يعني بيعها في خسارة لو بيعنا الآن العقار بيعنا البستان مثلا المزرعة العزبة هذه فيها خسارة ولذلك ننتظر سنة حتى ترتفع العقارات ونبيع طي مدام اتفقوا على هذا أما يقوم شخص يقول لا ممنوع واللي يطلب هذا ما يستحي بعض الناس يجي على خواته يقول أنتم ما تستحون تطلبون الدورون الدنيا والمال وابوكم مات قبل شهرين ثلاثة سبحان الله هذا حق الله عز وجل فرضا كيف تقول ما يستحون هذا ظلم يعني الآن يأتون إلى بعض أخواتهم أو الصغار يأخذوا يتركون توزيع التركة بسيف الحياء والخجل ليش يقول يعني خايفين يعيرونهم هذا حق يا أخي له حق لو أنه بعد وفاة الوالد بيوم له الحق ما لك علاقة ولا لك سلطة أنك تقول والله ممنوع توزعون وعيب عليكم أبوكم مات من شهرين ثلاثة أربعة أو من سنة سبحان الله العظيم هذا يدخل فيه بعض الناس مداخل إما بخبث نية وسوء طوية وإلا بجهل جهل يحسب أنه والله ما توزع التركة إلا بعد سنوات هذا مهم جدا المسألة الأخرى بالنسبة لهذا الأخ من إخوانك اللي كان يقوم على رعاية الأغنام وكذا هذا لازم تعطونها راتب من التركة تقدرون لك كم والله خمس سنوات ما كان يأخذ شيء من والده تقولون نعم تقدرون لك قيمة راعي قيمة إنسان يعتني بالغنم على مدار الخام إلا أن يتنازل هو هذا حق له ما دام أنه فرغ نفسه واعتنى بمال والده بهذا الأغنام ورعاها وسرح فيها وأطعمها واعتنى بها الآن ورثكم مال هذا مشارك لأبيكم في توريث المال فتعطون قيمة أجرة راعي أو مشرف على الأغنام واضح الشيء الآخر أنا ما أنصحك تقولون والله أعطينا الآن لأن عندنا أخ يمنعنا لا ما يصرح إلا للضرورة فإذا كان ثم ضرورة أنتم ما عندكم قدرة على ما عندكم مصدر مالي مولد مالي ما عندكم مصدر رزق مثلا يجوز على شرط تحسبونها فيما لو إذا قسمتم الترك فيما بعد تخصمون هذه من الترك واضح بارك الله فيك وجمعكم الله على خير أبو محمد من أبو ظبي يقول هل يجوز للبنت أن تقاطع أبيها ولا تحدثه ولا تجلس معه لأكثر من سنة بسبب خلاف بين أبيها وأمها وما حكم رفع الصوت على الأب والصراخ عليه وعدم احترامه أمام بقية الأبناء يا أبا محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذه القضية يعني كثيرا ما أتحدث عنها فيما يتعلق بخطورة عقوق الوالدين ووجوب بر الوالدين والله جل وعلا يعني ذكر مسألة العقوق ومسألة البر في القرآن في مواضع وهذا يدل على يعني أهمية هذه المسألة ومما يدل على أهميتها أن الله جل وعلا ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا وذكر حق الوالدين قل جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان ووصى جل وعلا بالوالدين إحسانا وحسنا في مواطن من القرآن قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالدين حسنا بل يعني نصوص القرآن ذهبت إلى أبعد من هذا وهو أن لو كان الوالد سواء كان أما أو أبا يدعو الولد يدعوان الولد يعني الذكر أو الأنثى إلى الكفر بالله ويجتهدان في ذلك ما يطاعان لأن هذا في حق الله وحق الله مقدم على حق المخلوق بهذا الاعتبار لكن هذا لا يمنعه من أن لا يصاحبهما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بصلة آبائهم وأمهاتهم الذين كانوا مشركين ويصلونهم بالمعروف بل إن الله جل وعلا فصل لنا في قضية البر وفصل لنا في مسائل العقوق من أقل ما يمكن أن يكون عقوق للتنبيع على ما هو أعظم وأعلى وأكبر يقول الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير مسائل عظيمة المسلم الذي يقرأ القرآن المسلم المتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك العقوق من عظائم الذنوب كبائر الخطايا يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحمه الجنة حرام على من قطع رحمه أو آذى والديه أو عقهما نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله تعالى أن يهدي كل عاق ولذلك أخوي الفاضل يعني ما ذكرته مؤلم جدا أن بنت عندك تقاطع والدها كون والدها في خلاب بينه وبينه دائما أنا أقول يجب على الأولاد يجب أن يبتعدوا عن المشاكل التي بين آبائهم وأمهاتهم إلا إذا كان لهم قدرة على الإصلاح بينهم ولا يجوز لهم أن يضيعوا بين عاطفة الأمومة عاطفة الأم وعاطفة الأب لا يكونوا وسطا محظر خير محظر إصلاح ولا يجوز لهم أن يميلوا أحيانا تدفع العاطفة الأولاد حينما يرون بكاء الأم حينما يرون توجع الأب مثلا فيميلون هنا أو هنا وهذا كلام خطير جدا إن أو بأنفسكم ابتعدوا قولوا لهم أصلحوا ما بينكم المشاكل لماذا حتى لا تجر إلى معركة ربما تخسر فيها أحد الوالدي تخسر أنت وأنت تخسرين أحد الوالدين تجرون جر إلى المعرك وهذا كثير خاصة مع الوقوف مع الأم يعني في الغالب النساء عاطفيات ربما يعني عبرتها ودمعتها تنزل مباشرة وربما قالت كلام أثر في الأولاد وهنا يقفون مع أمهم من دون الإطلاع إلى دعوة أبيهم قد يكون الأب هو المظلوم لكن الرجال الدمعة عليهم صعبة الرجال يخفون يعني مشاعرهم أكثر قد يكون هو المظلوم المسكين ولذلك أنا أقول دائما الأولاد ينأون بأنفسهم يبتعدون لا يقتربون من المشكلة بين الوالدين لأنه بالمجزوم أنه سيجرون إلى الدخول في معركة النهاية خسارة النهاية خسارة لأنه سيقف مع أمه أو مع أبيه ومن دون الدخول في قضية الإصلاح وفي الغالب أن الولد لا يستطيع يصلح يحتاج الإصلاح بين الوالدين إلى الطرف خارجي مصلح أسري شيخ عالم إنسان خبرة حكيم لو خبرة في القضايا الأسرية ولذلك ابنتكي أخي الفاضل يعني واقع في ذنب عظيم وخطير جدا ولذلك هي فصالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى رفع الصوت على الوالدين هذا عقوق عقوق ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما كلمة أف حتى بعض العلماء يقول هذه ليست كلمة هذه نفثة خارجة من الصدر محرمة كيف باللي يرفع صوته على والديه كيف باللي ينهر والديه كيف الذي يعني ربما والعذب الله تجاوز إلى ما هو أشنع وأفضع فلذلك المسألة خطيرة فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أنا أنصحك أنت أنصحك الآن أنت أن تحرص على انتشال ابنتك مما هي فيه رغم عقوقها ورغم صدودها ولا يجوز للبنت تحت أي ظرف أن تقول والله أنتم استمعوا إلي أنا كذا والدي قسع على أمي والدي منعني من قيادة السيارة مثلا لأنه ذكرت أنت في سؤالك شيء من هذا والدي منعني من وظيفة والدي منعني من زيارة كذا ما يجوز تحت أي ظرف أنك تقابلين الوالد بمثل هذه العقوبة حتى لو كان الوالد أخطأ مثلا في مسألة الوظيفة في مسألة القيادة مثلا أفترض بأنه أخطأ كان له تقدير معين مثلا قدر تقدير معين ولكنه ما أخطأ نقول أخطأ هل يسوغ هذا أنك تقاطعين والدك هل يسوغ لك أنك الآن ترفعين صوتك على أبيك هذا كلام غاية في الخطورة ولذلك يا أخي الفاضل أنا أنصحك بأنك تسعى لإنقاذها هي قبل أن يلقى أحدكم الله قبل الآخر ما يدري الإنسا متى يلقى الله عز وجل وهنا والله الخسارة عليه أنت رجل لك الأجر والثواب على هذا الصبر والتحمل وأنت تبقى الأب وتبقى الشجرة التي فروعها أولى الأولاد فلذلك أنصحها وذكرها وخوفها بالله وقل لها تحت أي ظرف ما يجوز لك أن تعاملين بمثل هذه المعاملة ولا يجوز لك أن تميل مع أمك في قضية أنت ما أدركت تفاصيلها ولا عرفت يعني أغوار هذه المشكلة اللي بيني وبين والدك هذا الذي أنصحك فيه يا أخي الفاضل وابنتك والله على خطر أنا أخشى عليها من بأس الله وسخط الله أن ينزل عليها عاجلا غير آجل إلا أن تتدارك نفسها وتعود وتتوب إلى الله عز وجل وتستسمح منك وترضيك لا بد من رضاك القلبي ليس اللساني رضا الله في رضا الوالدين توفقكم الله لكل خير شمس الدين يوسف من هولندا يقول في منطقتنا يقوم الناس بحصاد القمح ولا يزال أخضر ويدعى الفريكة فيحرق بالنار ثم يدرس ويباع بسعر أغلى بكثير من سعر القمح الأصفر فيدفع صاحب الفريكة زكاة إنتاج حقله الذي حصده فريكة قمحا ويقولون بأن بعض المشايق قد أفتوا لهم بذلك ما حكم ذلك أخوي شمس الدين يوسف بارك الله فيك بالنسبة لما أفتي بها به هذا الرجل هو كما أفتي به يعني يخرج قمح بالنسبة للزكاة تخرج قمحا أخضرا أو أصفرا ما دام أنه قد اشتد وصلحا للأكل له أن يخرج الزكاة منه إما العشر أو نصف العشر على ما يعني جاء في الحديث إذا كان يسقى بماء السماء أو يعني كان يسقى بماء العيون أو يكون عثريا يعني يعني عروقه في الأرض مثلا هذا العشر ونصف العشر لمن كان يسقيه بمؤونة وبكلفة فالأمر في هذا واسع ولله الحمد ولا يشترط أن يخرجه فريكة كما ذكرت ما يشترط هذا هو الراجح من قولي أهل العلم الأخ إبراهيم من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول يحرم على المسلم الجمع في الزواج بين الأختين للآية الكريمة هل يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين زوجته وابنة أخيها أو ابنة أختها إبراهيم من الأردن بارك الله فيك ورضي عنك يحرم يا أخي الفاضل على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذا مما أجمع عليه العلماء وتعلم بأن المحرمات من النساء جاء ذكرهن في القرآن وأيضا زادت السنة النبوية بذكر حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في الصحيحين فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ولذلك أجمع العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نور من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز توريد الشفائف أختي نور بارك الله فيك بالنسبة لتوريد الشفائف على نوعين النوع الأول توريد مؤقت وذلك باستعمال بعض المساحق أو ما يسمى بالروج أو الشيء الذي فيه التوريد هذا أو اللون الوردي أو اللون الذي يستعمله النساء فهذا لا حرج فيه من جملة الزينة بشرط أن يكون في مجاله الصحيح للزوج للنساء للمحارم بهذه الطريقة النوع الثاني وهو التوريد باستعمال الليزر بشكل دائم بمعنى أنه يكون التوريد باستعمال الليزر على أن لا يزول وهذه حقيقة من الأمور التي ذكرها العلماء من المعاصرين وفريق منهم أجاز ذلك إذا كان لا يترتب عليه ضرر والفريق الثاني منع من ذلك لأن فيه تغيير لخلق الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعنى المتفلجات قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ولا شك بأن هذا فيه تغيير خلق الله بخلاف المساحيق المؤقتة ما يسمى بالمكياج المؤقت هذا ما فيه شيء لذلك أنصحك يا أخت الفاضلة بالابتعاد عن مثل هذا الأمر شيما من الفجيرة تقول أنا أعاني من الصداع النصفي أحيانا أبقى طوال اليوم وأتعب منه كثيرا عند انحراف العمود الفقري هل هذا يعد من الابتلاء وأجر عليه يا شيما بارك الله فيك وأسر الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية هذا من أعظم البلاء هذا من البلاء العظيم الذي يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبتل المر على قدر دينه يعني على قدر إيمانه وكلما كان في إيمانه أو في دينه صلابة زيد له في البلاء أنت عندك الصداع النصفي عندك انحراف العمود الفقري هذه ابتلاءات ولذلك الأجر عظيم تدرين يا شيما يوم القيامة أهل العافية اللي ما عندهم هذه المشاكل يتمنون أنهم لو كانوا مثلك في الدنيا لماذا؟ لأن أهل البلاء يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطية يأتون يوم القيامة وقد نقاهم الله سبحانه وتعالى هذه ابتلاءات عظيمة يؤجر عليه الإنسان أهم شيء أن الإنسان يصبر ويحتسب الأجر ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى لأن للأسف بعض الناس قد يبتل بابتلاءات ويذهب عليه الأجر بسبب الجزع وبسبب كثرة الشكوى كأنه يشكو الله للناس يقول شوفوا إيش عمل الله فيه يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم يشكو القدير للذي لا يقدر يشكو الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى إنما قدر هذا لخير عظيم لا يعلمه الإنسان ولا يراه وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بذلك اخت الفاضل احتسب الأجر واصبري على ما أنت عليه واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا ولذلك هذا من الابتلاء الذي إذا صبر عليه الإنسان أجر أجرا عظيما زينة بن ليبيا تقول أبوي واخوي يريدان أن يشتركان في ثمن الأضحية لأن راتب كل واحد منهم لا يكفي ثمن الأضحية مع العلم أن أخوي غير متزوج وساكن معنا يا زينة بن ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك اخت الفاضل أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة في قول جماهير أهل العلم وقد ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر أنهم كانوا يضحون سنة ويتركون سنة حتى يعلموا الناس أن الأضحية ليست فريضة وإنما هي سنة مؤكدة واضح ولذلك أنا دائما أقول ما ينبغي للإنسان ترك الأضحية لكن إذا كان عاجزا أو عنده قيمة أضحية لكن هذا إذا صرفها في ثمن الأضحية ضيق عليه معيشته ما يعني ما يلزمه ذلك المسألة الثانية عندنا بهيمة الأنعام التي يضحى منها على قسمين طبعا بهيمة الأنعام ما هي الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم وهي على قسمين قسم يجوز الاشتراك في ثمنها وقسم لا يجوز الاشتراك في ثمنها أما القسم الذي يجوز الاشتراك في ثمنه الإبل والبقر وأما القسم الذي لا يجوز الاشتراك في ثمنه فالغنم الضأن والمعز المعز والضأن بالنسبة للإبل والبقر القسم الأول يجوز الاشتراك إلى سبعة يعني يجوز أن يشترك سبعة في ثمن بقرة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين مثلا أو شخص واحد طبعا يشتريها لكن أنا أتكلم على الاشتراك اشتراك في ثمنه البعير كذلك يشترك إلى سبعة سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين مثلا يشتركان في هذا ويقتسمان اللحم على على يعني على العدد الذي اشترك في هذه البقرة أو هذا البعير واضح طيب وكل شخص يعني اشترك في ثمن الأضحية في الإبل والبقر يجوز له أن يدخل مع حصته وأن يشرك في ثوابها أهله والأحياء والأموات أما الغنم فلا يصح الاشتراك في ثمنها وإنما يشرك المضحي في ثوابها وفي أجرها فيقول مثلا بسم الله اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات ولذلك على هذا التوضيح ما يصح يا أختي الفاضلة أن والدك وأخوك يشتركان في ثمن الأضحية وإنما إذا كان الأب عاجز عن الأضحية يقوم الإبن ويقول أنا أعطيك يا أبي هذا المال هدية هبة تبرع مثلا ويذهب الوالد يكمل المبلغ ويشتري فيه الأضحية إذا والله عاجز الأب عن ثمن الأضحية ما يجب عليه بارك الله فيك زكريا من الجزائر يقول أسمع كثير من الناس إذا أراد أن يحمد الله على شيء سره يقول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى ما حكم ذلك أخي زكريا من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك هذه الجملة وهذه العبارة غير صحيحة غير صحيحة وذلك لأن حمد الله عز وجل الله ليس له منتهى ليس له منتهى فالمحامد كلها لله وليس لها نهاية وليس لها حد وقول الإنسان الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى هذه العبارة وهذه الجملة غلط ينبغي للمسلمين أن يتجنبها ولذلك عندنا دائما يأتي في القرآن ذكره الحمد لله بالاستغراق المحامد كلها لله الحمد لله رب العالمين فالحمد ليس له منتهى بارك الله فيك أم أويس من مصر تقول أنا عندما أركع أقول سبحان ربي الأعلى فقط وفي السجود أقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وأقول بعد سبوع قدوس رب الملائكة والروح ثلاثة وأقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين وأدعو بماشر هل فعل الصحيح؟ أم أويس من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أولا أعتقد بأنك أنت سبق لسان أو خطأ يعني كتابة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود فأنت عكستي في السؤال يمكن أنت أخطأتي في الكتابة أخطأتي في الكتاب أما إذا كنت تقول لا أنا أفعل هذا الشيء لا أخطأتي أختي الفاضل الركوع هو الذي يعظم فيه الرب تقول سبحان ربي العظيم هذا في الركوع و في السجود تقول سبحان ربي الأعلى بارك الله فيك صحيح هذه المسألة و أنا أتوقع و الله أعلم و أظن بأنه هو الخطأ في الكتابة أنت أخطأتي في الكتابة فقط طيب هذا الأمر الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني سبحان ربي العظيم وأما السجود فادعوا فقامين أن يستجاب لكم المسألة الثانية بالنسبة للتسبيح في الركوع و السجود الراجح من أقوال أهل العلم أن التسبيح الواحدة هي الواجبة و ما زاد فهو سنة التسبيح الواحدة هي الواجبة و ما زاد فهو سنة سبحان ربي العظيم فالركوع يكفي طيب هل الإنسان الذي يريد الأجر و الثواب يقتصر على واحدة الجواب لا الإنسان يعني يكثر من التسبيح و التهليل يطيل في الركوع يطيل في السجود ولذلك قال العلماء قالوا بأن أقل الكمال ثلاث تسبيحات وعلى الكمال عشر تسبيحات وهذا أخذوا باستقراء الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما كان يفعل بعض السلف كصلاة عمر بن عبد العزيز حسبوا له بأنه كان يركع مقدار عشر تسبيحات ويستد مقدار عشر تسبيحات قضية تقول والله أنا في الركوع أقول سبحانه ربي العظيم مرة وفي السجود أقول سبحانه ربي العظيم مرة أو ثلاثة ما يؤثر على صلاتك وإن كان طبعا الأصل أنك توازنين وتعتذلين في قضية الأركان بحيث تعطين كل ركن حقه بما يعني يقارب أو يشابه الركن الآخر واضح بارك الله فيك بالنسبة لأدعيتك طيبة وجميلة وعلى السنة ولله الحمد في السجود سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوة تبارك الله وإحسن الخالقين سبوح قدوس رب الملائكة يا السلام هذه من الأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقولين في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود تقولين سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولو زدت يا أختي الفاضلة تقولين أيضا سبحانا ذي الملكوتي والجبروتي والكبرياء والعظمة هذا طيب بعد وأيضا في الركوع تقولين سبحانا تقولين تدعين الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول عائشة كان يتأول القرآن يعني لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابه فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بارك الله فيك ورضي عنك الأخر أيام من تونس يقول يعني نهانا الله عز وجل ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في الدين يقول سؤالي هل يعني إذا اختلف العلماء مثلا أتبع الأغلبية لأتجنب الاختلاف مثلا وذكر مثال يقول قراءة المأموم خلف الإمام يقول أنا أرى أن الأغلبية أنه لا يقرأ طيب أخذ بهذا أم لا ريان من تونس بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل لا بد أن نعلم مقاعدة أن الخلاف عندنا على قسمين خلاف مذموم وخلاف محمود الخلاف المذموم هذا يسميه العلماء خلاف تضاد وهو ما يتعلق بالخلاف في مسائل العقيدة والإيمان وعلاقة العبد بربه هذا ما في خلاف مسائل الإيمان ومسائل التوحيد ومسائل علاقة العبد بربه هذه كل مما هو حق لله عز وجل هذه لا خلافة فيها كذلك الخلاف الذي فيه مصادم للمجمع عليه من مسائل الدين هذا يسمى خلاف مذموم وباطل ولذلك الخلاف فيه إما يقال حق أو باطل ما يقال صواب أو خطأ النوع الثاني من أنواع الخلاف هذا خلاف سائر خلاف محمود هذا يسمون الخلاف المحمود الخلاف السائر وهم في الفروع الفقهية مثل ما ذكرت أنت الآن في مسألة القراءة خلف الإمام هذه مسألة واسعة جدا لا تضيق صدورنا حينما يحصل مثل هذا الخلاف والتنوع الفقهي عند العلماء لأن له أسباب العلماء صنفوا مصنفات في بيان أسباب هذا الاختلاف الذي حصل بين الفقهة في مثل هذه المسائل ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة فيها نصوص يعني كل فريق عنده أدلته على ما يذهب إليه فلذلك أنت ليست القضية قضية الأكثرية والأغلبية وإنما القضية قضية يعني من هو الذي فعلا استدل استدلال صحيح يعني تجد بعض الأقوال ما فيها أدلة وأقوال أخرى فيها أدلة تجد بعض الأقوال أدلة متكافية لكن بالنظر وبالتأمل وبالاجتهاد تصل إلى رجحان قول على قول والأمر في هذا واسع يا ريان بارك الله فيك أبو جهم من عمان يقول له هل يجوز الترخص برخص السفر بعد قطع مسافة عشرين إلى ثلاثين كيلو ولا زال الطريق طويل وماذا عليه من فعل ذلك جاهل يا أبو جهم من عمان بارك الله فيك ورضي عنك أخي الفاضل بالنسبة لمن عزم على السفر يعني تجهز الآن أنت تقول الطريق عشرين ثلاثين إذن هو مسافر بالسيارة أو بالباص مثلا أو فما دام أن الإنسان تجهز للسفر وأخذ عدته وفارق عامر بنيان البلد يعني خلف البلد وراء ظهره وهو مسافر فأدركه الوقت أو أدركه الوقت في البلد لكن ما صلى حتى خرج خارج البلد نعم يترخص برخص السفر له القصر وله الجمع وله الفطر إذا كان في رمضان إذا أحب أن يفطر أمر في هذا واسع ولله الحمد والمن لا يلزم أن يقطع كما يضم بعض الناس ثمانين كيلو يقول لا ما تترخص حتى تبلغ ثمانين كيلو هذا الكلام غير صحيح هذا فهم مغلوط الذين يقولون بتحديد المسافة يقولون بأن هذا الذي يصدق عليه أنه سفر يعني أن يكون سفره يزيد على مسافة ثمانين كيلو طيب واحد رايح الآن من عندكم إلى مكة يريد عمره وإلى الحج سيقطع مسافة تزيد على ألف كيلو ألف وزيادة طيب هذا هل يقال لا حتى تصل ثمانين كيلو وبعدين تترخص ما قال به أحد هذا العلماء لما يقولون المسافة المسافة التي يقطعه الإنسان في البلد الذي سافر إليه يعني يقولون مثلا اللي سافر إلى بلد المسافة تسعة وسبعين كيلو يقول ما يترخص لأنه ما وصل إلى ثمانين كيلو هذا الكلام الذي يقول من يتبنى هذا القول ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك إذا كانت المسافة طويلة حتى لو ترى البيوت المدينة وراءك عشرين أو خمسة كيلو عشر كيلو خمسة عشر كيلو تشوف البنيان لكن أنت مسافر شناطك في السيارة وعدتك في السيارة وأنت عازم ما شاء الله تسافر إلى مكة أو المدينة أو تسافر إلى مسافة مئتين كيلو ثلاثمائة كيلو أنت مسافة تترخص بمجرد خروجك من البلد أبو فهد من اليمن يقول ما حكم الدخول إلى يعني بلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب والعمل في ذلك البلد وهل المال الذي أخذه مقابل العمل حلال يا أبا فهد بارك الله فيك بالنسبة للمسلم لا يجوز له مخالفة الأنظمة التي وضعت يعني لمصلحة البلاد ومصلحة المواطنين والتهريب لا شك بأنه عمل قبيح ويعاقب عليه الإنسان والمسلم لا يجوز أن يذل نفسه وأن يعرض نفسه للإهانة وما دام أن هذه الدول التي وضعت حدود لا تسمح لأحد أن يدخل بغير طريقة نظامية لا يجوز العمل لا يجوز للإنسان أن يعمل على تهريب الأشخاص وإدخالهم إلى هذه البلاد وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة والدول هذه ما وضعت هذه الأنظمة إلا لحماية أمنها القومي ولحماية مواطنيها ولحماية شعبها ولحماية يعني مقدراتها كثير من هؤلاء الذين دخلوا أو يدخلون البلاد يرتكبون الجرائم وربما والعياذ بالله يعني أسهموا في نشر السموم مثل مخدرات وغيرها وربما ارتكبوا جرائم من خلال السرقة ونهب الأموال لأنه ما هو شخص غير معروف وليس له يعني إقامة وليس عنده هوية مثلا تحدد شخصية أو كذا لذلك لا تفعل هذا الشيء والمال الذي تأخذه محرم ولا يجوز ويجب أن يفهم كل إنسان يشتغل على تهريب الناس ويدخالهم إلى الدول الأخرى أنه آثم بها آثم بها بارك الله فيك أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة منتعة إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوتي ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة